إمت أعدل السلوك مع حضرتك وإمت أروح للطبيب النفسي لو أنا وصلت المرحلة بقى مرض لازم يتعالك لما يكون يأثر على حياتي الشخصية والمهنية والعائلية لما ألاقي نفسي أنا خلاص بقى بدأت أني أنا بنام طول الوقت مش عايزة قابل حد خالص مش قادرة أقوم أعمل العناية اليومية للبيت أو لشغلي بنقطع عن الشغل كتير كل ده طالما أثر على حياتي وإنجازاتي لأ أنا هنا فيه نقوص خطر بقى طب إيه العلاج اللي أنا أعمله لنفسي عشان أهرب من حالة الاحتراق النفسي خلينا نتكلم أن الوقاية خيره من العلاج نتكلم في الوقاية لو إحنا اتبعنا أسليب الوقاية مش هنحتاجي نوصل إحنا نتعالج الوقاية حاجات بسيطة قوي تنظيم الوقت أنظم وقتي أخلي وقت النفسي أخلي وقت للشغل ما ينفعش أبدا أن أخرج من الشغل ويبقى الشغل كمان معايا طول الوقت طول الوقت أنا حاطت الموبايل قدامي وأنا باكل قدامي وأنا بتفرج على تلفزيون أنا مش مركز يبقى تنظيم الوقت كمان أنه التركيز في هنا والآن أني أركز أنا دلوقت سبعمل إيه أنا سيئة العربية أركز في العربية أركز في المعطيات اللي حواليه مش أركز مش أنا سيئة العربية وبفكر لما هوصل الشغل هعمل إيه طب هو أنا لما فلان قال لي كذا لا أنا لازم أرد عليه أقوله كذا يبقى أنا بفوت على نفسي أنا مش بركز أنا طول الوقت أنا عمال شغال بفكر ده أحيانا في ساعات النوم كمان ما بتبقاش بعمقه بيبقى لأن الزهن شغال لأن الزهن شغال أبسط حاجة في الجزئية دي أنا بحب دايما أقولها للعمل عندي أنه لما يجي لي أرق أثناء النوم بالليل وأفكار مش قادر أسيطر عليها أقول لها مش وقتك خالص ده وقت النوم لأنني مش هقدر أعمل حاجة أقول كذا النفسي أيوة فعلا ما هو أنت لازم تقولي نفسك كده ده مش وقتك لي لأنك هتسرق مني لحظات النوم وبالتالي هتأثر على الكواراتي بتاعتك تاني يوم ده حوار مع النفسي أهم حاجة الحوار مع النفس طبعا هل بانك الحوار مع النفس هو أكتر سلاحي إما بناء أو هدام لو أنا طول الوقت بهد في نفسي وبالوم في نفسي وبقول أنت مقصرة دايما بالوم نفسي ده مش هيدفعني لقدام إنما أنا لو قلت نفسي أنا محتاجة أزود نفسي في كذا أنا محتاجة أتعلم كذا ده هيطلع علي لقدام